عندما تفتح السماء خلينا نأخذ كمان مشهد آخر من فضلك أسيس أعمال عشرة مشهد مختلف بطرس بطرس في أعمال عشرة قاعد بيصلي ومنتظر بيجهزوا لأكل عشان يأكل وهو جاع بس راح فيه غيبة وشاف مشهد وهنا المشهد ده برضو يقول الكتاب انفتح السماء بس المرة ده انفتحت السماء وشاف ملاق عظيمة ملاية نازلة كده وفيها حيوانات كتيرة وقال له اذبح وكل وانا عايز أقرأ التعبير لأنه لفت نظري جدا جدا الحقيقة برضو من المشاهد اللي لازم نبص عليها الحقيقة بيقول الرب قال له كده وصار عليه صوت قم يا بطرس اذبح وكل عدد الاربعتاشر فقال لبطرس كلا يا رب كلا يا رب لأني لم اأكل قط شيئا دنسا او نجسا فصار عليه ايضا صوت ثانية السماء هو شايف صوت السماء بنأكد تاني عليه انه صوت رب من السماء ما طهره الله لا تدنسه انت والكتاب يقول انه كان هذا على ثلاث مرات يعني ثلاث مرات انا بستغرب من المشاهد بس داي ورينا قد ايه احتياجنا للتغيير مرات وعم بقول كلا يا رب كلا يعني انت غلطان مش صح يعني بيقول ربنا بيعادل يا ربنا بص شوف احنا مرات نوصل لفين يعني من كنت تمسكنا بافكارنا الشخصية كأنه انت اللي غلط وحنا صح يعني بص المستوى الرئيب ازاي كلا يا رب وده بيورينا قد ايه مرات انه فيه حاجات مسيطرة على حياتنا افكار قناعات الرب هنا بيعمل معجزة تغيير قناعة بطرس لانه عاوز يفتح له باب للخدمة جديد وعاوز يطلقه واستخدمه فكان لازم الاول المشهد ده لابد ان تنفتح السماء قبل فتح باب خدمة جديد لانه عاوز كأنه يعمل له تغيير للفكر بتاعه مرات يبقى فكري انا عايز اخدم هنا وربي عايز انقلني للمكان تاني ومرات يكون عايز الطريقة دي وربنا عايز طريقة تانية وربنا عايز ناس تانية وربنا عايز امور تانية وانا متبرمج ومتفكر مبسوط مستريح على اللي بيعمله يعني بطرس مع اليهود سعيد بيهم بيحبوهم بقى ويخدمهم بس فجأة الرب عايز ينقله لنقلة انه يفتح باب لخدمة الامم فكان لازم تنفتح السماء هنا ويبدأ الرب يتعامل مع بطرس هقول حاجة عجيبة جدا وفرقة في حياة الشخصية اعمال تمانية بطرس يقيم طبيسة من الموت اعمال عشرة الرب بيعالج بطرس من مشكلة شخصية محتاجة يغيرها فيه من عقلية طريق التفكير تعصب حتة مش متزبطة جواه فكأنه الرب دايما جواه هستخدمك بس كمان عايز يغيرك من جوا عايز يغير فكرك فتعرف تقول أما أنا فليه فكر المسيح مش فكري الشخصي مش معتقداتي أنا ليه فكر المسيح ودي مش سهلة ورب يمشي خطين جما بعد يستخدمني ويغيرني يستخدمني ويغيرني خطين بيمشوا جنب بعض وهنا أشوف السماء بتفتح لتغيير فكر وحياة بطرس ورب النبي يعمل ده معنا النهاردة طبق حاضر اجتماع وفيه اجتماع عادي الشخصي وفتح السماء في الاجتماع ده وتلاقي الحق بيزلزل كيانك والكلمة وحضور الرب بيغير فكرك تطلع من اجتماع واخد قرار جديد واخد فكرة جديد تخش قدام رب تصلي في قطك وبتصلي تلاقي انفتاح السماء فقيك ورب يديك نور قوي ويتلمك انه على قلبه ديك أمور ودعيك لأمور وعايز يشفي حتة عامريكا جواك ويغير حتة متلخبطة جوا حياة الوحيد أنا عندي اختبار في كده شخصي فعلا ازاي ربنا بيغير الفكر بتاع حياتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة